ربضارة نافعة هذا المطعم في تايلنز تفاد من أزمة الفيضانات وحولها إلى فرصة عمل يستفيد منها يتلذذ نوينغ بتنويل طبق من اللحم المشوي في مطعم تغمره مياه تفيد من نهر تشاو برايا في بانكوك ثم يصعد بسرعة على كرسيه عند مرور زورق لتفادي الموجة قبل أن يجلس مجددا على الطاولة بعدما أصبح بمنأة عن الخطر الوضع الاقتصادي متدهور حاليا هذا بالإضافة إلى الجائحة والفيضانات التي تشهدها البلاد ولكن هذا المطعم فكرته رائعة للغاية حيث استفاد المالك من هذه الأزمة وحولها إلى فرصة عمل كان تيتبورن جوتيمانون صاحب تشاوبرايا أنتيكافي في شمال العاصمة التايلندية يظن أن مطعمه الصغير الذي تأثر بشدة من جراء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 لن يصمد في وجه الفيضانات الغزيرة التي تجتاح تايلند في أواخر فترة الرياح الموسمية إنها أزمة تحولت إلى فرصة عمل وقد لاقت إعجاب ودعم الزبائن الذين تعاطفوا معنا وذلك لأن معظم التجارات توقفت لمدة شهرين خلال فترة كوفيد والزبائن يبحثون عن أجواء جيدة وطعام لذيذ في المطعم وقد تسببت العاصفة المدارية دينامو بفيضانات في حوالي 30 منطقة في تايلند ما أثر على أكثر من 300 ألف أسرة وأدى إلى وفاة تسعة أشخاص ومن المرتقب حدوث عواصف أخرى في تايلند الأسبوع المقبل موسيقى